اهلا بكم قالت وزارة الدفاع الصينية بان محاولات الولايات المتحدة احتواء بكيم باستخدام تايوان عبره هي مجرد امنيات المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية حذر من اي محاولة امريكية او غربية للمساس بوحدة الاراضي الصينية على حد تعبيره مشيرا الى ان تايوان جزء لا يتجزأ من الصين كما اعتبر زيارات اعضاء بلس الشيوخ الامريكي الى تايوان استفزازا سياسيا في الاثناء كشف وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين عن رؤية استراتيجية جديدة لبلاده وذلك لمواجهة الصين تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية مص sext Current 해ومية will shape the strategic environment around beijing to advance our vision for an open inclusive international system president Biden believes this decade will be decisive the actions that we take at home and with countries worldwide will determine whether our shared vision of the future will be realized to succeed in this decisive decade بإنسانية. فالإنسانية يمكن أن يكون لدينا قام بها هذه الأمريفية. إن قام بإنسانية. كنفرسة عاملتنا في المطالبات الهدفة. شخص في التعامل بحالة مصرحة محقاية. عملتنا في بعض الأمريفات للمحاولة من عادي وعملتنا السلوية. وحارة هذه الآلة من المؤمنة لدينا أساعدتنا في عاملتنا في المنزل، بلينكين قال أيضاً إنه رغم التحدي الذي تمثل الصين للولايات المتحدة والنظام العالمي إلا أن على بكين وواشنطن التعامل مع بعضهم البعض في المستقبل القريب أكثر من أفضل ورميز خلفزياتي بأنه سيكون تمثل تقرف التعامل مع البعض عامل مع البعض العالمي إلا أنه مكمل الإستقبلية Beijing's vision would move us away from the universal values that have sustained so much of the world's progress over the past 75 years. China is also integral to the global economy, and to our ability to solve challenges from climate to COVID. Put simply, the United States and China have to deal with each other for the foreseeable future. That's why this is one of the most complex and consequential relationships of any that بينما يتواصل بحث الصين والغرب عن توسيع النفوذ في منطقة المحيط الهادئ تقدم الصين اتفاقاً إقليمياً للأمن والتبادل الحر في جنوب المحيط الهادئ مبادرة الصين لتوسيع التعاون في المجال الأمني والتبادل الحر مع دول المحيط الهادئ تعرض على عشر دول صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات والتعاون الأمني من خلال تدريب الشرطة المحلية للجزر والتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء عمليات مسح بحري حساسة للحصول على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية في حال إبرامي الاتفاق ستزيد الرحلات الجوية بين الصين وجزر الهادئ